أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن حزمة استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون دولار من شركات سعودية على هامش زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسول وقالت الهيئة العامة للاستثمار السعودية إنه جرى إبرام عدة مذكرات تفاهم واتفاقات مع مستثمرين من كوريا الجنوبية تغطي قطاعات منها القطاع المالي والإعلام والصناعات التحويلية والبيترو كيمويات والطاقة المتجددة وأعلن كذلك سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة في مؤتمر صحفي منح ترخيص أعمال جديدة لعدد من الشركات الكورية الجنوبية مما يسمح لها بممارسة أعمال في المملكة